على كل أحوال ماتشو النهاردة طبعا ما قبلش الاسم على اتنين عشان نبقى متفقين طبعا ده ده عمر واضح جدا احنا مركز ثالث النهاردة في جاروة ان شاء الله هنلعب الساعة 9 بتوقيت القاهرة في مباراة امام منافس الى حد ما متواضع وان كانت البطولة دي اجمالا يعني ما فيهاش منافس قوي ومنافس متواضع يعني شفنا الكبار الحقيقة ما قدموش يعني يعني اوراق اعتمدهم زي ما بيقولوا يعني السنغال مش مش موجودة الجزائر مش احسن حالتها تونس وحضراتكم شفتوا طبعا في ضيحة التحكيم في ماتش تونس ومالي يعني البطولة ما فيهاش كبار لغدية يمكن باستثناء الكاميران كوت ديفوار يمكن هما دول حتى نيجيريا يعني احنا اللي صياتنا نيجيريا احنا نجمنا نيجيريا على فكرة يعني نيجيريا ما هياش المنتخب القوي قوي اللي ظهر قدامنا بأنيابه المفترسة لكن حالة المنتخب الوطني هي اللي ظهرت نيجيريا بالشكل ده تغييرات طبعا متوقعة فيه تغييرات اجبارية وتغييرات فنية التغييرات الاجبارية البكين باك يمين وباك شمال أكرم وفتوح الاتنين مش موجودين غالبا وعلى احتمال الاقرى طبعا يكون عمر كمال عبدالواحد وآيمن أشرف في النص ممكن يكون فيه تغيير مش عارف طبعا السلية علامة استفهام السلية صبته جهزيته جاء مش بس جهزيته من ناحية البدنية لكن كمان من ناحية الفنية لانه بعيد بقاله فترة لكن من الوارد جدا السلية يكون ورقة يستخدمها البرتغالي كارلوس كيروش قدام انا ما اعتقد انه يعني 99% من المصريين متفقين على صلاح يمين ومربوش شمال ومعاهم في النص يعني بما انه ما عندناش اوراق كتير راجل اختار لنا الحقيقة معجزة معجزة في الاختيار تبص كده لاختياراته اسماء المسافرة معاه غاب اكرم توفيق وقعت في مطب غاب فتوح وقعت في مطب يعني يعني الراجل حقيقة يعني اختياراته فيها مشكلة كبيرة جدا ترزيجي طبعا مشاركته في المباراة الاولى كانت علامة استفهام كبيرة جدا جدا الراجل بقاله كتير جدا ما بيلعبش ورجع حتى ما خدش مع فرقته الوقت او المساحة اللي تسمح له بنويا سعيد مش مستوى 50% من مستوى انك تبدأ به ازاي يعني على اي اساس شفت ايه شفت ايه في ترزيجي يخليك تبدأ به مواطش نيجيريا يعني صلاح ازاي يعني صلاح يلعب برأس حرق يعني ازاي يعني ما عملهاش حد قبل كده يعني ازاي فكرت في ازاي اقناعت صلاح انه يلعب هنا وازاي تلعب بمصطفى طرف في حاجات في حاجات بديهيات الحقيقة كانت بالنسبة لنا صدمة كبيرة 90 دقيقة كانت معلش انا طولت في مباراة نيجيريا لكن هي كانت 90 دقيقة يعني ضغطت عصاب وحرق الدم وقول زي ما انت عايز تقول تحس انه 90 ولا 100 مليون عصابهم شيطة وهم بيتفرجوا على المطش المنتخي